السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عندي في القناة نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير قبل ما نبدأ الفيديو اليوم نبغي تقول لكم ما تنسوش لاول مرة تشوف القناة ديالي تقبونا معي فلاشين وفعلوا الجرس بش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله وما تنسونيش بلايك ديالكم لان اللي لايك ديالكم هما يشجعوني ويحفزوني انني نزيد نعطيكم كتر كتر وان شاء الله تعجبكم القناة ديالي وما زال ان شاء الله كينين وصفات اللي كتيرة غادي تكون ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله تنالي اعجاب ديالكم كيف ما شفتو معي فالعنوان وفالصورة اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي رائعة واقتصادية ومكونات اللي هي بسيطة بزبزب اللي هي عاصر روستوي صنع منزلي بواحد الكمية اللي كبيرة انا شخصيا خرجتلي اكثر من خمسة يطره وتقامع لي يا الله بتنشر درهم ممكن انكم تقدموه في المناسبة ديالكم في الافرح ديالكم انا شخصيا قدمته في البيبي ديالاني فاعغسر ديال والدي واحتنتم معها في عذف ديال المناسبة بنسبة لمكونات اللي لنحتجوها في هذا العاصر ديالنا فانا عند هنا يا كيلو ديال الخوخ اللي غسلته ونقيته مزيئ ممكن استعملو بيه بلقشور دياله عندي هنا يا كيلو ديال الجزر حتا هي غسلتها ونقيتها عندي جوج علب ديال الياغورت ضروري ما نستعملوا نكهات الخوخ عندي كاس عنباء ديال السكر حبيبات اللي كيبقى على حسب الضوغ وعندي ثلاثة يطرو ديال الماء اللي غادي نستعمل زج يطرو في الاول وغادي نخلي واحد يطرو حتى الاخر بالنسبة للطريقة غادي ناخد طنجرة ديال الضغط وغادي نوضع فيها هداك الجزر بنسبة للجزر خسنا نقطعوه بالنسبة للطريقة ديال تقطع فكتبقى على حسب انتو موكي فاش بغيتو انا هنا قطعتوه على هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفو كنقطعو هاداك الجزر كامل ومن بعد كنضيفو عليه هاداك الكيلو اللي عندي ديال الخوخ بالنسبة للكمية فانتو ما كتتحكموا في الكمية اللي بغيتو انا هنا خدمت كيلو كيلو ممكن انكم تستعملوا نصف كيلو ديال الجزر ونصف كيلو ديال الخوخ وحبة واحدة ديال لياغورت والسكر كي يحبقى على حسب الضغط وايضا الماء كتنقصوا الكمية اول حاجة غادي نضيف هاداك الجوج يطرو ديال الماء اللي عندي اللي دكورت معاكم في المقادير في الاول غادي نطيبو هادا الخوخ هادا والجزر غير بزوج يطرو ديال الماء بنسبة لذاك اليطرو اللي كيبقى كنخلي وحتل اخر من بعد ما كانت طحنوه دابع من بعد ما وضعت هاداك الخوخ والجزر في التنجرة د fulfilled وضفت عليهم الما غادي نسد عليهم التنجرة ديال الضغط وغادي ندير لها الذي فارة عادي نطيبو هادا ومن بعد غادي نديرهم فوق البوطاء على درجة حرارة اللي كتكون مهيلة النار اللي كتكون متوسطة يعني مش مهيلة بزاف نار متوسطة ومن بعد ما غادي تبدال كوكوتكت تافر او ہے عاود تنجرة الضغط سوف نحسب عليه ربع ساعة ومن بعد ما تدوز ربع ساعة انا سوف نرجع معكم هنا كيف ما شفشوا معي من بعد ما دازت ربع ساعة على الخوخ والجزر اللي عندي من بعد ما طابوا هنا للاشارة الخوخ درناه به بالعلف دياله يعني هذيك الناوات اللي كتكون لداخل ما نقلعوهاش هذيك هو السر اللي كيعطينا ذاك العاصر بهذه النوكه هذي ديال ذاك العاصر اللي كنشريوه من بره المهم هنا من بعد ما طابل الخوخ والجزر على هذي الشكل هذي غدي نخلي هذي الخالط اللي عندي هنا هذي المكونات اللي عندي غدي نخليها حتى تبرد تماما انا غدي نحاول انني نقص واحد شوية نديره في التلاجة والباقي غدي نخليه في الكوكوت المهم نخليه حتى يبرد وخان نحتفظو به الليلة كاملة ماشي مشكل هنا من بعد ما برد عندي هذي المكونات الجزر مع الخوخ غدي ندوز دا بباش غدي نطحن هذي المكونات اللي عندي لكن قبل ما نطحنوا ضروري هنا ما نحيدو هذي العلف ديال الخوخ ضروري ما نحيدو نحاولو اننا نقلبوه كامل هذي الحبات ديال الخوخ كلهم نزولو لهم هذي العلفات اه اه انا هنا كنت دا جا حيت الشيحبات وبقولي هكا الشيحبات غدي نزولو لهم معاكم كيف ما كتشوفو هذي العلفة اللي كتكون في وسط الخوخ ضروري ما نحيدوها هذي نحاول انا نقلب هذي الخوخ اللي عندي كامل وغدي نحيد له هذي العلف دياله ومن بعد نرجع معاكم صافي هنا كيف ما كتشوفو معايا من بعد ما حيت هذي العلف لذيك الخوخ اللي عندي كامل اه ضروري ما نقلبو مزيلا لاننا يقدر تفوتنا شي علفها كتقدر تضيعنا للكأس ديال الخلاط ديال الكهربائي ديالنا المهم غدي ناخد واحد الكمية انا عندي هنا يلكس شوية كبير غدي نقسم هذي الكمية اللي عندي ديال الجزر والخوخ علازوج غدي نطحن نصف الاول ونضيف له شوية ديال الماء للإشارة هنا رادجة يعني عندي هنا يلماء ديال ذاك الخوخ اه احتفت واحد شوية فخليته في الطنجرة ديال الضغط والباقي يدرته مع ذاك الخوخ والجزر يبردوا في التلاجة مهم انا غدي نوضع نصف الكمية ديال هذي الخالط هذي هذي غدي نضيف عليه اه واحد الياغورت وشوية ديال السكر اه الي انتم ما استعملتوا النصف غدي نضيف كل شي في اخترا لكن انا هنه هنه قسم جدي نضيف النصف الاول ومن بعد نضيف النصف التالي وفي الاخير هنخلط كل شي معه بعد غدي نوضع هذا لعلبة ديال الياغورت ممكن انكم توضعوهم بزوج في اخترا ونتخلطوهم من بعد عد تخلطوهم لكن انا نضيفت هذي طريقة هذي يعني نضيف نصف مع واحد الياغورت مع نصف كأس ديال السكر حبيبات والنصف الاخر عودت سوف نطحنه مع علبة الياغورت مع نصف كأس السكر اللي يبقى لي ولا كيف ما كتشوفو سوف ندوز لبابا باش سوف نطحن الخوخ والجزر والياغورت اللي ضفت له السكر نطحنه مزيان مزيان حتى يتخلط له مزيان ومن بعد سوف نرجع معاكم نطحن الخليط هنا من بعد ما طحنت هذا الخليط ديالي مزيان كي وليلي هكدا عليها تشكل هذا يعني حتى يتصحن مزيان نحاول اننا من ديروش المفلول ديال الخوخ مع داك الكيمياء ديال الجزر والخوخ بزاف كي قد تطحني مزيان ودابا عثي نضيف له هذه الماء اللي بقى عندي في التنجرة ديال الضغط اللي كيف ما سبقلي اوقات لكم رأه خليت شوية ديال الماء في التنجرة ديال الضغط عثي نضيفه ونعود نخلط مزيان ميم غدى نبقى نستمر بها الطريقة هذي كلما بنطحن شوية ديال هذا الخلط اللي عندي ديال الخوخ والجزر قد نضيف عليه من بعد هدك الماء اللي عندي احتنسلين كله ذاك الماء ضروري ما نكملوها ذاك الماء كامل ومن بعد عاد غدي نضيفو عليه ذاك اليوترو ديال الماء اللي اللي كان سبق لي وقلت لكم اللي غدي نخليه على جانب مهم هنا كيف ماشفتو معايا من بعد مطحنتو مزيان غدي ناخدوا واحد للراف او لا واحد القرعة ولا اي حاجة المهم متوفرة عندكم وغدي نوضعوه فيها ومن بعد غدي نعود بنفس الطريقة يعني نعود نزيد نضيفو له شوية ديال الماء كيف ما كتشوفو معايا كنضيف هاداك الماء ونعود نطحن نخلطو مزيان مزيان باش ينسجم معاهم هاداك الماء لان انا رادي جا طحنتو مزيان في الاول غدي نزيد نخلط معاهم هاداك الماء ومن بعد ما غدي نطحنو غدي نعود نوضعو في هاداك الكاس اللي عندي كيف ما كتشوفو هنا يا معايا من بعد ما طحنتو مزيان غدي نوضعو في هاداك الكاس اللي عندي مهما نرا كيف ما قلت لكم راح اندي غدي خرج لي كمية كبيرة لان انا هنا محتاجة باش غدي نديرو في واحد البوفي ديال لاني فاغساق وانتو ما تقدرو تستعملو هاكي يعني في المناسبة ديالكم او لا في الافرح او لا اي مناسبة عندكم او لا احتاليكم هكا في الصيف تقدرو تستعملو يقدر يبقى لكم حتى تلتيام اربعيان في التلاجة ما كيوقع لحتاشي حاجة كيف ما شفتو معايا بدون مواد حافظة بدون مواد كيميا كيموية وانا سنستمر بهذا الشكل هادا حتى نقع الكيميا اللي عندي ومن بعد كيف ما شفتو معايا كان عتادر على تصوير يعني رات تختار لي تقريب النصف ديال التصوير كيف ما شفتو معايا عطتني هاد الكيميا هادي وعطاني ما زال واحد قريب يوترو من فوق هاد الخمسة يوترو هادي يعني را خرج لي قريب ستة يوترو انا قدمت شو كيف ما سبق لي وقت لكم في واحد البوفي ديال لاني فاغساق ديال ولدي بصراحة اه ارغم من العدد الكبير اللي كان ديال الناس فاااااااااااا ديال وكيف ما شفت with you اللي كانوا في اللي كانوا في شكل وقدمتوا بهذا الشكل هذا طرحة كي esperar بصراحة تصوير رائع بزاف بزاف وكي ال بالديد وما تفرقواش بينه بينهو من هذه the empowering台灣 بحراء ما ستoque كيف كما اخبرte لكم ultimaاله فيديو ديال ليومين الاعجاب ديالكم نتمنى دل trauma امان لاو حفظه الى فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء